أنتقل إليك سيد بيتر ما رأيك هل يتجه اليوم أو تتجه السياسات العالمية إلى وجود قوتين أساسيتين مهامينتين هما القوى الأمريكية والقوى الصينية سيد تارق عفوا سيد تارق من باريس افتكرت في ضيف ثالث شكرا للاستضافة وتحية لضيفك من موسكو سيدة العزيزة دعينا نقول أن مفهوم السنائية أو القطبية له صفة إن كانت الصفة لها علاقة بالمفهوم العسكري فروسيا والبيات المتحدة الأمريكية تملك هذه الصفة القطبية ولكن عندما نتكلم بالمفهوم الاقتصادي أثبتت لنا الأيام وخصوصا في هذا العالم المتقلب أن البيات المتحدة الأمريكية والصين وحتى الاتحاد الأوروبي ككتلة اقتصادية كبرى تشكل ما نسميه ثلاثية مهمة لها علاقة بمستقبل العالم ولكن هذه الثلاثية القطبية تعتمد على موارد أساسية تأتي من روسيا ولذلك هناك ما يسمى هذا التداخل بمفهوم من يسيطر على من أو من يستطيع أن يضغط على من ووجود الوليات المتحدة الأمريكية بالأزمة الأوكرانية الآن هو وجود له علاقة بثبات ما يسمى القوة العسكرية التي كانت تستعملها في حقبة ما نسميه الحرب الباردة وأيضا وجودها بما نسميه التمويل السياسي بالمفهوم الاقتصادي لأوكرانيا والعسكري الآليات والعتاد لأن هذا الموضوع لا يمكن أن نتناسى بخص أن الآن نحن نسير باتجاه يعني إطار جديد له علاقة بما نسميه كيفية التعاطي مستقبلا وخصوصا ما يحصل بالمفهوم السياسي الآن يعني يدفع الجميع بالقول أن علينا أن نتريس بإعطاء الصفات التي لها علاقة بمفهوم القوة العسكرية أو القوة السياسية أو حتى القوة الاقتصادية أنا باعتقادي الآن نحن أمام مشهد جيد لكي نبني على أساسه لأن كل الأفكار التي كانت سابقة كانت لها علاقة بمفهوم القوة جيد بالنسبة لمن لصالح من المشهد اليوم جيد بمفهوم أننا الأوراق كلها كشفناها يعني ضيفك من موسكو قال أن الآن سقطت عن روسيا ما كانت تقوله أنها القوة العظمى بمفهوم العسكري فجيش بمائتين وخمسين ألف جندي بأوكرانيا استطاعوا أن يقاوموا وأن يعطوا رؤية جديدة لكيفية القتال التقليدي حتى اللحظة ولو أنه السيد بوتين حذرنا وحذرنا أيضا بعض المسؤولين لديه أنه سيطلق صلاحا نوويا إذا أراد وتدخل الحرب في مرحلة جديدة وبدوران أخرى لذلك ما أقلته بالمفهوم الجيد أنها الآن نحن أمام توزع توزيع للأدوار بالتحديد السياسية والعسكرية والاقتصادية واضح أمام العيان وخصوصا أن هناك من يشد الحبال لإيقاف ما نسميه النمو الاقتصادي في أوروبا وهذا ما يعني رأيناه بتقريركم الذي له علاقة بالطاقة وهناك أيضا من يشد الحبال بمفهوم العسكري أي تضخم الوضع العسكري بأوكرانيا بعد هذه الاستفتاءات التي تحصل في الأراضي الأوكرانية والتي قد يكون نهايتها فعلا إعلان حرب قوي باتجاه ما تقوم به روسيا في هذه المنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر